السلام عليكم ناس الخير خوتي اخوتي انتم على قناة جليلا شنال الحياة بفرنسا تحية الناس الخير في ما كتشاهدونا وفي ما كتتابعونا في فيديوهات دينا اهلا بكم في الفيديو ديال اليوم غدي تكون فيه مجموعة ديال اخبار اللي تحتاجوها ولي تستفدو منها غدي نبدأ معكم بعض العنوين باشتعرفوا اشنه هي التفاصيل اللي غدي تتابعوها في هاد الفيديو غدي نشوفو بالنسبة 28 مارس اشنه غدي يكون كذلك غدي نشوفو على انه الاول من افريل اشنه هي بعض التغييرات اللي غدي تكون هنا بفرنسا وكذلك غدي نشوفو على انه خبر على انه ساعة ديال الرئيس الفرنسي ماكرو تشغل الجدل هنا بفرنسا والاليليزي يصدر اعلان بسبب تمن ديالها وكذلك غدي نشوفو على انه يلغى مجموعة من الرحالات الجوية وهنا غدي نفتح القوس وغدي نعطيكم واحد القصة صغيرة اللي وقعت لأحد المعارف ديالي بخصوص هاد اللي بلوكاج اللي كان بسبب انه كان غيف ايريا واغية الرحالات كذلك غدي نشوفو في هاد الفيديو بالنسبة لهاد افريل شهر افريل غدي تبدأ العطل المدراسية غدي نعطيكم لازون ا ا لازون بي و لازون سي تابعونا التفاصيل باش تعرفوا اشكاين بالنسبة ابتداء انه تلاتة 28 مارس غدي يكون كذلك اضراب مواصلة الاضراب لرفض سن تقاعد يال 64 سنة الرئيس ايمانيو الماكرون كي يقول على انه هاد القانون هذا اللي صدروه بخصوص 64 سنة رأى غدي يمشي وغادي يتواصل كجميع القوانين اللي كانت هنا بفرنسا كي يقول انه عفوا حاليا الحكومة الفرنسية رأى عندها اشياء اخرى كذلك كتفكر فيها مثل ماذا قال كذلك على انه رأى غدي يكون جافاف بفرنسا والحكومة الفرنسية رأى كتحاول تلقى حلول لانه الصيف المقبل غدي يكون جافاف وقال كذلك غدي تكون كذلك حرارة مفرطة وقال كذلك على انه هاد فصل الشتاء هذا اللي خرجنا منه وكنا نتوقعوا على انه غدي يكون نقص في الطاقة وغدي يكون انقطاع في الطاقة قال هاد الغالط مخصوش يتكرر وخص فرنسا انها تدير واحد الاحتفاظ بالطاقة والطاقة حلول لفصل الشتاء المقبل قال هادو من بين المواضيع اللي محتوطين على الطاولة ديال الحكومة حاليا وقال كذلك على انه خاص فرنسا تضمن يعني للمواطنين ولا للفرنسيين مثل هاد الاشياء اللي هما يعني احتهما مهمين وقال بلي انه سين تقاعد هو مر بخطواته يعني الديمقراطية وراه غادي دوس هنا نمشيكم للخبر الثاني بالنسبة للحوار ولي واحد الانترفيو اللي كان فيها الرئيس ايمانيون ماكرون مع TF1 ومع فرنس دو طبيعة الحال في الإليزي كان كيتكلم ايمانيون ماكرون وكان حامل يعني للساعة دياله عادي ولكن فاش كيتكلم كان الساعة دياله ولا المعصم دياله كان كيقص طاولة وكيصدر واحد الحس بالنسبة لامانيون ماكرون كيف كتشوفهنا في الصورة ما قبل وما بعد في الاول كانت عنده الساعة ومن بعد حيات الساعة قام بواحد الحركة انه دخلي الدو تحت الطاولة وانه حييت الساعة دياله بالنسبة لنا يعني انه شيء عادي ولكن بالنسبة للناس اللي مركزين مع هاد الامور قال لك على انه الساعة ديال الرئيس ايمانيون ماكرون كتساوي على الاقل 81 مليون سنتيم بالمغربية ديالنا ولكن الإليزي اصدر اعلان على انه الساعة ديال الرئيس القيمة ديالها لا تتجاوز 2400 اوغو هذا هو اللي جاء ولكن هذا الشعل الجدل في مواقع التواصل وكذلك اخذكم تعرفوا حتى في الاعلان الفرنسي كيف يعقل اننا في مرحلة ازمة وانه يرتدي واحد الساعة اللي هي فاخرة ولكن لحد الان كل موقع واش كيقول بش حال كتساوي يعني هاد الساعة هادي لابا امشي معكم للخبر الاخر بخصوص تغيرات اللي غادي تقدر تكون في شهر افريل بالنسبة لشهر افريل كتعرفوا على اهنانا بفرنسا كل ما كيكون شهر افريل من كل سنة راها كتكون تغيرات هادي خصكم تاخدوها قاعدة هادي خصوص تغيرات هادي هي ولي غادي تمس المساعدات الاجتماعية ولي غادي يكون الارتفاع فيها بواحد النسبة اللي هي قليل راها ما شاشي حاجه كتيرا هي 1.6 بالمئة اللي غادي تكون في الاسهالوكاسيون فاميليال تكون في لابخيم داكتيفيتات تكون في الاريسا يعني جميع المساعدات اللي تقدر جيكم من من الكاف او من الاميسا كتكون فيها واحد الارتفاع ديال واحد ستة بالمئة فقط لا غير هذه هي بعض التغييرات اللي غادي تكون كين امر اخر واللي نظن انكوا لاحطوه فاش كتمشي وانكوا دقوموا بمشتريات ديالكم وهو انه ما غادش يكون لتيكي ديكاس ما غادش يكون لتيكي ديكاس هاد الامر هذا في جوجد الحواج اللي هو مزيان ومشي مزيان بالنسبة لتيكي ديكاس نظن انه بمثلان بعض المحلات ديال الملابس اذا لاحظوا انهم يقولوا لكم تقدروا تحتوينا الاميال ديالكم والرسلوا لكم تيكي في الاميال ديالكم ولكن هنا فاش تبغيوا انكم اترون انكم قد تشريوا بعض الخضار تشريوا فواكه يحصلوا محلات اترون عادية اولا سيساولكم ماذا تحتاجوا لتيكي ديكاس او لا او لا انكم سيصنعوا لتأكد اي او لتنظروا لتيكي ديكي تكيس يدوز عندكم السمارتفون الهاتف ديالكم جمعيات حماية المستهلك اشنو كتقول كتقول هاد الامر هذا يقدر يكون عنده حواج اللي هما عكسية وهو انه الشخص فاش كيمر في العكاس بطبيعة الحال انه ما غادش يقدر تودو سويت يراقب المشتريات ديالو والتامن ديالو مع العلم انه كيكون هنالك ديكيسيا ولا ديكيسيا اللي كيقوموا باغلاط كثيرة وانه التامن ما كيكونش نفس التامن كذلك كيقولوا على انه اذا بغينا نرجع شي حاجة وكان عندها لا قارنتي ولكن انتو ما بغيتكم انكو فاش من هنا لبخومي افريل بطبيعة الحال اراه فاش غاليتمشوا لأي محل ارا غادش يشرحوا لكم وتقدروا تسولوا مثلا بالنسبة الاشياء اللي تقدروا ترجعها ولا بالنسبة الاشياء اللي انه يكون عندها الضامان مثلا فاش كتمشوا تشارووا مثلا بكارفوغ ولا تشارووا حواج اللي هما كهربائية ولا شي حواج بحال هكذا صيح هذا هو القانون اللي غادي يكون ابتداء كذلك من لبخومي افريل خاسكم تعارفوا دابا مشي لكم بالنسبة للرحالات بالنسبة للرحالات الجوية تم يلغاء يعني واحد من عشرين حتى الثلاثين بالمئة روحة الرقم اللي هو مهم خاسكم تعرفوا انه في مطار اورلي بباريس تم يلغاء الرحالات مطار كذلك مارساي بخوفينس تم يلغاء الرحالات مطار ليون وكذلك بعض المطارات هنا بفرنسا بالسباب هاد الاضرابات كذلك اللي خاسكم تعارفوا وهو على انه كان الناس اللي هما من المعارف ديالي كانوا قطعوا ابتداءا من يعني كانوا غادي يسافروا في الاربع الفايت اليوم راحنا الأحد نورمان موليوم قال لك سبعة وعشرين مارس غادي يكون اخر النهار ديال الاضرابات يعني دبراه النهار اضراب ولكنه يكون اخر النهار لكن ما عارفين شوش هاد الاضرابات غادي يتجدد اللي بغيت نقول لكم في القصة وهو انه الناس قطعوا الاربع الفايت تخيلوا من الاربع الفايت الاربع والخمس والجمعة والسبت الباريحاء عاد قدروا يسافروا اربعيان ما قدرواش يسافروا فيها والباريحاء ما سافروا حتى من هنا من فرنسا اعطوهم واحد الانافات الي هي يعني مجانية تاخدهم اقل اشياء مشاو حتى المطار بروكسال وهذا الناس عادوا كانوا غادي يرافقوا يعني الوالد ديالهم باش انه يمشي تدفن في المغرب بطبيعة الحال خاتكم تعارفوا على انه لوكوغ متاع السيد اللي هو متوفى الله يرحمه راح باقي في مطار اورلي هنا يا بباريز من نهار الاربع والخمس والجمعة والسبت قالوا اليوم سيفطوه يعني اليوم سيفطوه يعني اليوم سيفطوه ولكن ما عارفنا شواش يمشى ولكن الناس اللي الباريحة مشاو البروكسال راهم وصلوا للمغرب باقي يستنوا يعني كما نقولوا حنايا يستنوا السيد ولا يستنوا لوكوغ كما يقولوا على انه باش يوصل باش يقدروا يصلوا عليه في المغرب باش يقدروا يدفنوه بغت فقط نقول لكم هذا الرحلات طبيعة الحال اللي ألغيت راها ربما هي شكلت يعني بعض بعض الاستياء ولا بعض المأساة لعند الناس آخرين هذا هو اللي بغت انني نحكي لكم دابا مش معاكم بالنسبة للعطل المدرسية بالنسبة للعطل المدرسية والنسبة للعطل المدرسية في شهر أفريل كين لازون او لازون بي ولا زون السى نبدأ معاكم لازون ا غاديدажи انتوا من ت cops عد سامدي احتي بان ثمانية يعني في mig الازون بي تبدأ من 15 أفريل حتى الجوج ماي من 15 أفريل حتى الجوج ماي والازون سي واللي انا فيها واللي هي كتكون هي الاخر يعني احنا غد نجي مع الفترة دي اللي عيد واللي تكون من 22 أفريل حتى التسعة ماي هذا هو الفيديو دي اليوم اتمنى انه ان شاء الله نكون افتكم بهذا الاخبار هذه نشكوفكم على خير الفيديو القادم وشكرا لكم على المتابعة ديالكم شكرا لكم ناس الخير مع السلامة إثان ربكس ينسى الوقت وشكرا لكم فقط باياقامة وبتلك يمكنك الوظيفة بالغامة فم توقفهم بهذا الموطط المدال وهذا الوقت في المستقبل فقط اخداميتين وهذا الوقت يداري للمقاذ كذلك حتى الخير وكسبه للتعاقك؟ وشكرا لكم اتمنى أن هكذا عيني قد يمكنك أسمائي شكرا